تجار السلع تروح للبعيد نحن أولى شانت مقصرة على أولاد بلدك هذا يروح يشتري السلع بعشرين إلا أنت تبيعها بخمسين هذا مكروه مكروه تدري هذا المكروه كراهة الربح على المؤمن يكافئ المحرم يكافئ المحرم ما يقول الإمام الصادق عليه السلام ربح المؤمن على المؤمن ربا ربا شنو هذا اللي سأناه ربح المؤمن على المؤمن ربا الإمام قلت شيء مغلط كأنه ماذا كأنه ربا ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مئة درهم يعني إذا ما أخذ من عندك خوش غل ما يخالف تربح عليه لكن شقد تربح عليه أضم الله جورا ترجع فاربح عليه قوت يومك فلا ببالك على هواك تربح وش ما تبغى فارب هذا الشارع هذه تعاليم الشارع فاربح عليه قوت يومك أنت في اليوم كم تحتاج قوت إلى كل عائلتك مئة ريال والربح اللي تطلعه من مئة شخص دخلوا عليك هو أهل المؤمن من عشرة أشخاص المقدار مو من كل واحد تطلع مئة ريال فاربح عليه قوت يومك يعني كناية عن القلة ربح قليل شوفوا الرواية ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مئة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتري للتجارة تاجر مثلك فاربحوا عليهم وأرفقوا به رفق ارفق بأبناء بلدك ارفق بأبناء جلدتك ارفق بإخوانك المؤمنين ليش غلاء الأسعار لماذا أرفع الأسعار فوق الحد لماذا لماذا